فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث رسائل تحذير إلى إيران قام سلاح الجو الأمريكي بإطلاق 52 طائرة مقاتلة في استعراض للقوات العسكرية الجوية في إطار حصة تدريبية وكان ترامب قد حدد أنه سيتم توجيه ضربات إلى 52 هدفا إيرانيا إن تجرأت الأخيرة على استهداف جنود أو مصالح أمريكية في المنطقة والرقم 52 يرمز إلى عدد الرهائن الأمريكيين خلال الأزمة الديبلوماسية في الفترة ما بين عامي 1979 إلى 1981 عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين الإيرانيين سفارت الولايات المتحدة الأمريكية في تهران